السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله اللي كيشوف القناة لأول مرة معكم جاملة من قناة شيوات الشيف جاملة اليوم إن شاء الله غدي تشوفوا معي واحد سيجار مالح نزولا عن طلب العديد من الأخوات باش نبدأ معاهم الوصفات الرمضانية ونبدأ بالمالح بإذن الله الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غدا تكون عبارة على واحد الحشوة اقتصادية كتعطي كمية كتيرة والحشوة الديدة نتمنتنا لاستحسان ديالكم غدي نشوفوا مع بعض ديالنا في هذا الفيديو مجموعة من الأفكار والنصائح بخصوص الورقة بخصوص طريقة الطهي وأيضا طريقة الحفظ غدي نقلي كمية منهم وغدي ندخل كمية منهم الفران وغنعطي رأيي في آخر الفيديو نتمنى الفيديو ديال اليوم إن الاستحسان ديالكم ونتمنى أنكم تشاركوه مع العائلة والأصدقاء باش تعم الفائدة وده بنتاقلوا باش نتعرفوا على مكونات وطريقة هنا خديت واحد الكاسرونة درت فيها الماء ودرت فيها نصف كيلو ديال صدر الدجاج جوج وريقات سيدنا موسى وفص كبير ديال توما عيد غطت عليه خليته بالقشرة والملح وليبزار وغنخليها تصدر ديال الدجاج حتى يتسلق خديت تكاسرونة اخرى درت فيها جوج حباتي ديال البطاطا شوية كبار وشوية ديال الملح من بعد ما تسلقات البطاطا كان قطرها مزيان من الماء ضروري أنكم تقطروها مزيان من الماء باش ما ترتقش لكم وما تنفقش في قلب هاد السيجار غدين معاك هاد البطاطا مزيان وغدينخليها جانبا غادي نرجع لهذا كصدر ديال الدجاج غادي نقطع هكذا المربعات الصغيرة وغادي نخليه حتى هويا جانبا هنا خديت مقلاة درت فيها شوية ديال زيت الزيتون ورابعة ديال القيمرون غادي نزيد شوية ديال بودرة التوم والملح والليبزار وغادي نسوطي هاد القيمرون والنار ضروري أنها تكون قوية أنا وقت ما كنت غادي روصفة بالقيمرون كان عاود نأكد لكم على هاد الملاحظة ضروري النار تكون قوية علاش باش هادك المال اللي كان في القيمرون يبقى فيه الداخل وما يطلقش المادي يالو على براء وينشف لنا القيمرون فهكذا القيمرون كيبقى رطب وكيبقى محافظة على الليونة ديالو تقريبا ثلاثة ديال دقيق احتر ربعة ديال دقيق وغادي نزولوه من فوق النار غادي نحيدوه ونخليو ديك الزويتا هاديك الزويتا ديال قيمرون غننزل فيها شوية ديال الشومبينيون انا عندي طريق إلا عندكم المعلم ممكن ديرو المعلم ممكن تستغناء وبيعلى الشومبينيون في هاد الوصفة ماشي ضروري وهنا زاد شوية ديال الملح وشوية ديال الليبزار بالنسبة لكمية ديال الشومبينيون كتبقى على حسب الرغبة غادي نسوطيهم واحد شوية حتى كي طيحوا كنحس بهم دخلهم شوية طياب غير هو ما نطيبوه مش بزاف صافي غادي نطفع لهم البوطة وغادي نرجع لهذا كتجاج غادي نطحنوه هو والقامرون غير هو ما نطحنوه مش تاني بزاف إلا ما بغيتوش تطحنوهم ممكن أنكم غير تفرموهم بهديك القطعة ديال الربيع تفرموهم هما يا وتفرمو حتى المكونات الأخرى اللي غدا تجي في الطريق هادشي لما بغيتوش أنكم تطحنوهم إذن هنا يا غادي ناخد هادك الدجاج اللي طحنته مع القامرون وغدا نزيدوه على البطاطا وغادي ناخد نفس هاد طحنة غادي نطحن الشومبينيون مع واحد الكيميا ديال الزيتون الكيميا ديال الزيتون تأيك تبقى على حسب الرغبة حتى هما ما غاديش نطحنهم بساف وحتى هما غادي نزيدهم على باقي العناصر وهنا غادي نتبل بزعتر يابس اللي غادي نحكو بين إيد ديا غادي نزيد البصلة بودرة أنا عندي هنا يا رقائق ديال البصلة الحمراء هما اللي زيت يابسين شوية ديال الهريسة على حسب الدوق البودرة ديال التوم البزار وغادي نزيد هنا يا شوية ديال سكنج بير طري اللي حكيتو غادي ناخد واحد الحامضة اللي غادي ندير القشرة ديالها هي اللولة ومن بعد غادي نعصر هاد الحامضة وغادي نزيد العصير ديالها حتى هو هاد الوصفة ممكن تغيرو فيها كيف ما بغيتو إلا ما بغيتوش تديرو القمرون ممكن تعودوه بلا داند فيومي أو لا بسوريمي أو لا ممكن أنكم تعودوه بالطون انتو ما أقولكم الخيار هنا غادي نزيد واحد جوج معالق قبار ديال الجبل الأبيض أنا درت جبلي لأنه كيفتي لنا هاد الحشوة ما كيخلي هاش جينا ناشفة غادي نخلط هاد المكونات وغادي نزيد واحد المعلقة صغيرة تكون بومبي ديال توابل السمك وغادي نخلط بإيدي وغادي نشوف إلا كنت محتاجة نزيد الجبن كيبقى هاد شي على حسب انتو ما كيفاش كتحسوا بالحشوة في إيديكم إذا هنا أنا زيت واحد المعلقة أخرى ديال الجبن الأبيض وغادي نزيد واحد الكيمية ديال الجبن الأحمر تقريبا واحد الكاس اللاروب صغير ديال الجبن الأحمر مفروم عادي نخلط هاد المكونات كلهم مع بعض دياتهم وهاد المقادير مش ضروري أنكم تلتازموا بها ممكن أنكم تديروا عواد الجبن الأبيض جبن مثلاتات ممكن أنكم تديروا كيميا بسيطة من الجبن الأحمر تزيدوا أو لا تنقصوا على حسب انتو ما وكيفاش بغيتوا هاد الحشوة تكون من بعد غادي نصنعوا واحد الأصابع كيف ما لاحطوا أنا راك نديروا واحد المعلقة باش دائما كان بغي الحصص يكونوا عديم تساويين فمن بعد غادي نغطيهم في المقادير وغادي نخليهم في التلاجة مشي المجمدة غير في التلاجة أعلم أن نجيب الورقة لأنه غنخرج دابة مشي نجيب الورقة فغادي نخليهم في التلاجة وبالنسبة للورقة أنا اليوم غادي نخدم بالورقة ديال البوخار غادي نقطعها هكذا على النص وكل نص غا نقطعوتها هو على النص باش نحصل على متلاتات كانت سبق لي وشفتوا معايا العديد من الأنواع ديال السيجار وطرق ديال اللف وطرق ديال تقطاع ديال الورقة اليوم غادي ندير معاكم الطريقة ديال القطع متلاتات فالكيميا اللي بقات ضرورة رجعها البلاستيكا ونخدموه بالكيميا اللي غا نقدرون نغلبوا عليها في الأول كان فرقوا الورقات على بعضياتهم غادي نجيبوا حد المنديل نحطوا حدايا غا نخلي في غا نحط الكميا اللي غا نحشي قدامي والكيميا الخراغ نخليها وص من المنديل هذا باش ميدربهاش البرد لأنكم كتعرفوا قد ما ضربها البرد غدا تيبس لنا وغدا تولي تقطع في اللف إذن ضروري ما ندهنوها أنا كان صح أنكم تدهنوها فقط بالزيت حتى إذا كنتوا كتفضلوا الزبدة حولوها البوغ النوازات ولكن دائما كان فضلوا وكنقول لكم دائما في الفيديوهات الديولي أنكم تدهنوها بالزيت لأنه يحافظ على القرمشة مدة أطول إذا دهنتو بالزبدة كتكون القرمشة في الأول ومن بعد كتليال لكم هديك الورقة وتترضاب إذن هنايا كنحاول نوريكم طريقة ديال اللف سهلة بزاف غير هي هنايا في القنت حاولوا أنكم تجروا الورقة على القنيتات متخلي واش خارجة على البرد ديال القنيتات باش ما تكونش الورقة خاوية في الجناب وتتحرق لكم سواء في الفران أو لا في القلي كنحط حدايا شوية ديال دقيق مع الماء وباش كنسدي لما بغيتش ديروا دقيق مع الماء ديروا أبيض البيض كما غتلاحظوا معايا هنا كنحاول نجيب الورقة نيشان مع لقنات كيف غتلاحظوا ما تبقاش الورقة خارجة من الجناب ولكن مني غادي نبغي اللف دابة الورقة ما غاديش نزير بزاف يعني ما غاديش ترخفوا وما غاديش تزيروا بزاف ما تزيروش بزاف حيث البطاطة ضروري أنها غدا تنفخ شوية فباش ما ترتقش لكم الورقة وكنسد بدقيق ولماء وهذا كيكون شكل ديالهم شفتوا كتجي الورقة نيشان على الجناب وضروري أننا عليش قلت لكم كان نحاول أنني ناخد نفس القياس بالمعلقة باش كيجيوني نفس القياسات والسيجارات كيجي حجم واحد وحتفل حطة كتكون حطة مزيانة إذن بين الطبقة والطبقة دائما كان فرق بالفيلم ممكن دخلوا البلاطو ديالنا هكذا المجمد من يكي جمدوا كان قسموهم الحصص فصاشيات على حسب الاحتياجات ديالنا أنا غدي نستفهم هنا في هاد البوطة اللي غندخلها المجمد كيميا غدا نخليها غنخدمها معاكم دابا والكيميا اللي بقت غندخلها المجمد وما بين الطبقة والطبقة كان فرق بورق المطبخ أو لا البابيكويسون ممكن تفرقوا غير بالفيلم المونتغ أي البلاستيك الغدائي إذن اللي في البلاطو هي الكيميا اللي غادينخدم معاكم اليوم لنص ديالها غدينقليح والنص غديندخلو الفرران بالنسبة الكميا اللي غاديندخل الفرران هنا اخذيت شوية ديال سودانية لمعدنوس البودرة ديال التوم وشوية ديال الملح مع الزيت بالنسبة للزيت هنا يدرت الخالطة ديال زيت المائدة معزيت الزيتون وغاديندهن هاد السيجار بالنسبة لهاد الخلطة كتخلي السيجار من برا كيجي مقرمش وكي تلدد هذيك الورقة كتجي متلددة إذن بالنسبة للفرنس خنته على 180 درجة مئة ويا غا تتنعلي حتى غادي سخن مزيان غادي ندخل لاطة ديالي وغا ننزل شوية الحرارة دائما الورقة خاسها الطيب على المهل باش كتدخل العافية ما بين هذوك الطبقة كاملين ديال الورقة وكتجي قرمشة وكتبقى محافظة لنا على القرمشة ديالها بالنسبة لذات في الزيت فالزيت كانت ناولات سخن مزيان كان نزلوا الحرارة ديالها الحرارة من توسطة عاد كان نزلوا السيقار ومرة مرة كان قلبوه بحذ كما كان ديرول البريوات ما كان خليوش السيقار على جهة وحدة حتى ياخدك اللون اللي مذهب وكان حيدوه بالنسبة لهادو هدو هدو هما اللي كانوا في الفران مني خرجتهم الفران خليتهم حتدفوا شوية وزينتهم بالفروماج باش يبقى شاد لي الفروماج فيهم ما يدوبش وبالنسبة اللي قليت وما اللي درت ليهم لسيبولت واللي دخلت الفران غنوريكم طريقة ديال دزين خليت هدو هدو الوريقات حجم صغير ديال دونتيل وغاد نقطعهم على جوج وغاد نلويهم على جهة تحتانية ديال السيقار كيف غادين تلاحظو وغانخلي جهة ديال الجبن هي اللي بينه صافي وكان حزمهم وغادي تلاحظو معايا بانا سواء اللي كيدخلوا الفران او للي كيدقلوا فبجوجهم كيجيوا مقرمشين وللأمانة انا كيعجبوني اللي كندخل الفران انتم ما غادي تشوفوا القرمشة ديالهم انا بالعكس كيجيوني كيجيوا مقرمشين اكتر من هادو كلي كيدقلاو زائد انهم ما تشربوش الزيت صحيح ان الاغلبية كيبغيوا لي مقليين في الزيت ولكن صدقوني لو اللفتوا انكم تدخلوا المملحات الفران فغادي تتعودوا على هاد المسألة انا شخصيا تيعجبوني بزاف هادو اللي بدرت ليهم لسيبوليت هم اللي قلينا في الزيت وغا نخليكم تمتحكموا بيناتهم يعني اللي كيطيبوا في الفران اراه كيجي الورقة ديالهم كيجي مقرمشة افضل وقبل ما نودعكم ما تنسوش تلتحقوا بيا على الصفحة ديالي بالانستغرام اللي غا نخلي لكم الاسم ديالها على الشاشة استودعكم الله احبتي في الله وإلى حلقة قادمة بإذن الله